الرابعة صباحا الثانية بتوقيت جرانيتش موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تسخر كافة الإمكانات والاعتمدات اللازمة للمبادرة الرئاسية أحايا كريمة وخلال اكتماع الحكومة في مدينة العالمين الجديدة شدد رئيس الوزراء على ضرورة التنصيق المتواصل بين الوزرات بشأن تنفيذ المشروعات المختلفة في المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية أحايا كريمة أكد وزير الخارجية سامح شكري في اتصال الانهاتفي مع نظيره الفرنسي جان إف لودريع على ثوابت الموقف المصري بشأن سد النهضة وعلى رأسها ضرورة التوصل لحل عادل للقضية يحقق الأمن المائي لمصر من خلال اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد كما أكد الجانبان على أهمية احترام إرادة الشعب التونسي ودعم مؤسسات الدولة التونسية في مسعها لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب التونسي ومعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وعلى صعيد الشأن اللبناني أكد الوزيران على أهمية تشكيل الحكومة اللبنانية في أصرع وقت كلف الرئيس التونسي قايس السعيد رضا غرزلوي وهو مستشار سابق للأمن القومي بتسيير شؤون وزارة الداخلية وأدى غرزلوي اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي قايس السعيد التي طمأنت داخل التونسي والخارج بأن الدولة تحتكم للقانون وأنه حاريص على الحقوق والحرية في البلاد عقدت ستة أحزاب تونسية لقاء تشوريا اتفقت خلاله على بلورة بيان مشترك يضبط رؤاها لكيفية الدفع بتونس نحو تجاوز أزمتها وأكدت الأحزاب الست في بيان مشترك أن الاجتماع يأتي لمتابعة التطورات الأخيرة التي شهدتها تونس والقرارات التي أعلن عنها الرئيس قايس السعيد استنادا على قانعاتها المشتركة بحتمية مكافحة الفساد والكشف عن ملفات الإرهاب والاختيالات والجهاز السري وانهيار الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية في تونس أكد حسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي أن الانتخابات المقبلة ستجرى في موعدها المقرر وهو العاشر من أكتوبر المقبلة وأضاف أن الموعد الذي قررته الحكومة بالتنصيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لا رجعت فيه بعد صدور مرسوم جمهوري خاص بتثبيته فضلا عن قرار مجلس النواب بحل نفسه قبل هذا الموعد وأضاف الهنداوي أن انسحاب بعض القوى السياسية من السباق الانتخابي أمر طبيعي وموقف مشروع لكنه لا يمثل السبب قانونيا لإلغاء أو تأجيل الانتخابات أعلنت السلطات الأفغانية أن القوات الحكومية صدت هجوما شنته حركة طالبان في محيط هيرات كبرى مدن غرب أفغانستان وثالثة كبريات مدن البلاد من حيث عدد السكان وقال المتحدث باسم حكومة الولاية أن الهجوم أصفر عن مقتل أربعة عناصر في قوات الأمن الأفغانية مؤكدا أن ما بين ثلاثين وأربعين من مقاتل طالبان قتلوا في المعارك أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت أكثر من اثنين وأربعين ألف إصابة وألف وثلاثمائة وثمانين عشر وفا جديدة بفيروس كورونا خلال الأربعين والعشرين ساعة الماضية وبلغ إجمالية الإصابات في البرازيل أكثر من تسعة عشر مليون وثمانمائة ألف حالة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى ما يقرب من خمسمائة وخمسة وخمسين ألفا انتهى موجز الرابع صباحا ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت كما يمكنكم متابعتنا على موقع التواصل الإجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر الإستجرام ويوتيوب كنت معكم أنا سارة عبدالله ألقاكم بموجز السادسة صباحا